الزمالك في مباراة أرتسولات المباراة الحاسمة دي هيلعب بتشكيل مفاجئ ولا بتشكيل لا هنرجع بقى للتشكيل المعتاد وهيدخل عواد المباراة بأساسي عواد ههالس أساسي محمد أبو نصف بجهاز عواد إنه هو يبقى موجود السبت ماشي موجود بشكل أساسي مباراة أرتسولات والمباراة التالية في الغالب برضو عواد هيبقى في مباراة واحدة قبل تجمع المنتخب ممكن اللي صبح يرجع فيها بحيث إنه هو يكون في اختيارات فيتوريا يعني المنتخب لكن الخطة الموضوعة إن عواد السبت اللي عيبك اللي هي عندها الخبرات مين اللي تبتدي السبت يعني فتوح هيكون موجود فتوح آزيزو هيكون موجود آآ شاربي هيكون موجود نظايا هيكون موجود آآ دونجا موجود مسلوسي موجود محمود علاء هيرجع حسام عبد مجد بشكل كبير هيبقى خارج الحسابات آآ عبدالغاني في نفس الوقت يدخل جنب علاء فالتشكيلة اللي هترجع لطبيعتها للاعبها اللي عندها خبرات عامل شرفت ونورتك العادة بشكرك شكرا حاجة أخيرة كان فيه بين نزل من بدر بنون مش عارف انت علاقت عليه ولا لا كانت بدر بنون أعلن إنه هو غادل الرجاء هو بيعلن عوداته كعود وعامل في نادي الرجاء وليس كلاعب لأنه كان فيه بعض النزل حصل عندها الخلط فوكيلة عمله يعني كان فيه تواصله قبل الهواء فأكد لي إنه هو رجع لنادي الرجاء قاعده عامل بحيث إنه في يوم الأيام ترشح كرئيس نادي أو يبقى موجود مفهوم